موسيقى نبدأ حلقتنا اليوم من الصين رغم أن أحمد الدورة يعيش هناك منذ سنتين إلا أن بعض العادات الصينية لا زالت تثير دهشته ومنها الرياضة المسائية التي تمارس في الشوارع والأماكن العامة هي فرصة للكبار والصغار ليمارسوا تمارينة رياضية وأيضا ليتواصلوا فيما بينهم ما رأيكم أن ننضم إليهم أعزائي المشاهدين أصعد الله وأوقاتكم بكل خير كثير مننا لا يمارس الرياضة إما بسبب الكسل أو بسبب عدم الوعي بفوائدها من نسبة للشعب الصيني الوضع مختلف تماما فهم يعتبرون الرياضة جزءا من أساسيات الحياة وليس من كمالياتها عبر هذه الدقائق القادمة وفي هذا التقرير سنتابع وإياكم بعضا من نشاطاتهم التي يقومون بها يوميا في مدينة كوانزو الصينية مدينة كوانزو الصينية مدينة كوانزو الصينية وفي هذا التقرير من أساسي بوائدها نحن الآن في مدينة كوانزو جنوبية الصين وثالث أكبر مدنها والتي أصبحت عصباً اقتصادياً هاماً في الصين بشكل خاص وفي قارة آسيا بشكل عام يبلغ عدد السكان هذه المدينة حوالي الأربع عشر مليون نسمة يومياً وعندما تبدأ الشمس بالمغيب تنزل معظم الناس هنا إلى الشوارع والحدائق العامة لتمارس الرياضة اليومية بجميع أشكالها والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ عن ضروريات حياتهم اليومية كطعامهم والشراب وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الخمول يحتل المرتبة الرابعة ضمن الأسباب المؤدية للوفيات على الصعيد العالمي وهو سبب رئيسي لأمراض الضغط والسكر وأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة وتعد الرياضة حلاً للتخلص من أعراض الاكتئاب حيث أن الرياضة والنشاط البدني يساعد على إفراز المواد الكيميائية في الدماغ والتي تخفف من أعراض الاكتئاب كي لاوسك أن تترجم الانقinizi دماني ترجم الانقين Aren Nin Wes evangel tum أم إسمoys مدد الكيميائية أسمو الانقين survival أخبائ Kungwen سلDB احذوب ik أرده وعلى فيحدهم 我 أعتذر أن أتركوا اليوم أأذر أن نفتريقي فإما أن نفتريق مع مغنية وتختلف أشكال التمارين الرياضية اليومية التي يمارسها الصينيون فمنهم من يمشي مسافات طويلة أو يرقد في الحدائق العامة أو عن طريق الرقص مع التمارين الرياضية ورياضات أخرى متنوعة كالمضرب واليوغا وغيرها يجتمعون كل يوم بكل شرائح المجتمع لا يختلف غنيهم عن فقيرهم أو شابهم عن عجوزهم يجمعهم حبهم لحياة صحية خالية من المتاعب والأمراض التي يسببها الكسل والخمول أخيرا أنصح بعدم إهمال هذا الموضوع وعدم أغذي الكسل والانشغال بأعباء الحياة اليومية دريعة لترك الرياضة فمن منا لا يمكنه أن يمارس بعض التمارين الرياضية حتى ولو لبضع دقائق في المنزل فهي ستكون كدرع تقيك من شر الأمراض المزمنة بإذن الله كان معكم أحمد الدرة محدثكم من الصين الشعبية لبرنامج أنا الشاهد ترجمة نانسي قنقر